فاروق صباح الخير عليك وإنقلنا بعد فضل الأجواء عندك عاملة إزاي صباح الخير يا كريم صباح الخير أنا واند وكل التحية طبعا لكابتننا الكبير الكابتن ماهر همام وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي ويعني صباح جديد من هنا من الأسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وجولة من جولات النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز الجولة رقم 28 مباراة اللي هتجمع ما بين الأهلي واسموح على استعادة الأسكندرية في تمام الساعة التاسعة طبعا يعني أنا مش هزيد على الكلام اللي أنت قلت يا كريم والكابتن ماهر همام وطبعا ونهواد مباراة مهمة جدا ومشوار مهم جدا للنادي الأهلي طبعا عقب مباراة تبرة مدز الفريق أغلق تماما صفحة مباراة تبرة مدز اللعبين مركزين في المرحلة المقبلة مستر بيتسو موسيمان اجتمع مع اللعبين وطالب من اللعبين التركيز قال إحنا عندنا مرحلة صعبة جدا وهيبقى عندنا ضغوطات وتحديات كتير جدا خلال الفترة المقبلة سواء مباراة الدوري أو النهاي الأفريقي لكن أنا كل اللي أنا عايزه من اللعبين اللعبين كلها تبقى مركزين أنا بسك في أي 11 لعب موجود في أرض الملعب ليكم مني كل الدعم ووراكم جمهور عظيم عايزين نفرح جمهور النادي الأهلي أيضا الكابتن محمود الخطيب كان موجود في مران الفريق بالأمس وجود الكابتن الخطيب والرسائل الدعم اللي بيديها للعبين طبعا بتغني عن أي كلام طبعا مستر بيتسو موسيماني المناسبة المران بالأمس يعني ارتكز على بعض الجوانب الخططية والجوانب التكتك والأمور الخاصة بي الكرات الثبتة كأسلح من الأسلحة اللي بيحاول ليستجلها خلال الفترة الأخيرة عقب المران مستر بيتسو موسيماني أعلن قائمة بالضم 21 لعب في ظل طبعا مجموعة من الغيابات والإصابات دينا بيغيبين دهاردة 9 لعبين لكن مستر بيتسو موسيماني أعلن عن قائمة بالضم 21 لعب هي محمد الشناوي وعلى لطف ومصطفى شبير لحراسة المرمى علي معلول ومحمود وحيد ياسر إبراهيم رام ربيعة أيمن أشرف سعد سمير وأكرم توفيق لخط الدفاع خط الوسط حمدي فتحي عمر السلية أليو ديانج في أيضا كهربا وحسين الشحات وطهر محمد طهر ومحمد مجد أفشا وجونيور أجيه وفي خط لجوم محمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن طبعا استمرار غياب وليد سينيمان للإصابة أيضا بيغيب بدر بنون لحصوله على الإنذار الثالث بيعود للنادي الأهلي في هذا اللقاء أيمن أشرف بعد إيقافه من الحصول على ثلاث إنذارات طبعا مستر أيضا غياب لمحمد هاني للإصابة غياب لناصر مهر وولتر بوليا محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي وأيضا غياب لحمد رمضان نبي كان في ظل الظروف دي وظل الغيابات دي لعبت النادي الأهلي مركزة في المباراة مستر بيتسو مسماني طبعا اجتمع مع اللعابين وعرض لقطات فيديو خاصة بمباراة بيرامدز ولقطات فيديو خاصة بمباراة فريق سموحة في الفترة الأخيرة ويتكلم مع اللعابين أن فريق سموحة مش خصم سهل لا ده خصم قوى جدا طبعا كانت مباراة الدور الأول فريق سموحة كان فاز على النادي الأهلي طبعا النهاردة من المقرر أن النادي الأهلي هيكون ظهوره بالزي التقليدي أو الارداء الأحمر للنادي الأهلي فريق سموحة هيكون بالزي الأزرق طبعا لجنة الحكام أعلنت عن طاقم تحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين حكم للساحة هيعونه شريف عبد الله حكم أول محمد محمود لطفي مساعد ثاني وحسين الكريم حسن حكم رابع اثنين على تقنية الفيديو والفرحان ومحمود أبو الرجال طبعا لعبت النادي الأهلي كلها مركزة وعايز أتكلم كريم وأتكلم عن هاواندو كابتن مهير همام طبعا واحد من كابتن هيبقى عارف الكلام ده في نقطة مهمة جدا ولازم من خلال النادي الأهلي أن نتكلم فيها أن في بعض الأمور خلال الفترة القادمة ومستر بيتسو موسيماني وكابتن صدف حفيزي تكلم عن العبين في هذا الأمر أنت مقبل على نهاية إفريقيا وطبعا في قلة من الناس وبعض الناس هتبدأ الفترة الحالية تتروج لبعض الإشعاعات غير موجودة بالمرة طبعا بالأمس شفنا أحد الإشعاعات اللي تقولك بتقول إصابة الشناو ما فيش أي مشكلة ولا في أي أمور من الأمور اللي بتتردد إشعاعات طبعا الهدف منها أنت عايزة تشتت اللاعبين أو تشتت الجهاز الفني عن النهاية الإفريقي لأن بعض الناس ما قلنا مش من مصلحاتها النادي الأهلي يحصل على طولة إفريقيا لكن خبرات لعبة النادي الأهلي وخبرات الجهاز الفني الكابتن سيد الكابتن سامي مستر بيتسو موسيماني في التعامل مع اللاعبين وشخصيات لعبة النادي الأهلي هي طبعا بتكون الدفع الأساسي في مواجهة هذه التحديات طاقت كابتن الكابتن مهر همام لمس هذه الأمور وعارف هذه الأمور يا كريم ويهي نهواند طبعا فريق النادي الأهلي 오늘 نهار ضا تناول واجبة الافطار في تمام الساعة الحادية 12 صباحا واجبة الغداء أتكون في تمام الساعة الثالثة عصرا محاضرة الفني Rica مستر بيتسو موسيماني أتكون في تمام الساعة الخامسة والنصف والتحرك لملعب المباراة يكون في تمام الساعة السابعة إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي أنا موجود معك يا كريم ما موجود معاك يا نهواند لو فيه اي استفسار او اي تساور يعني خليني بس يا فاروق اخد من اخر كلمة او اخر نقطة انت قلتها لان دي نقطة مهمة جدا واحنا يمكن تتلمنا فيها في بداية الفقرة مع كبت النماهر وهي فكرة ترويج الاشعاعات وفكرة يعني ان البعض زي ما بيتقال كده باللغة البسيطة بيستاط في المياه العاكرة فحلو جدا ان انت تأكد لنا ان الاجواء دي غير موجودة تماما احنا بنطمن جمهورنا الكلام ده كلام ماروش اي علاقة بالصحة يا جماعة الاجواء كويسة جدا والنقطة كمان هنا يا فاروق ان انا عايزاك معلش تقول لنا اكتر فكرة هنا الناحية النفسية احنا فنيا متأكدين ان مسيماني بيجهز الفريق على اعلى مستوى بس فكرة هنا برضو الضغط اللي موجود ونفسيا التجهيز النفسي ده ازاي العلاقة ما بين اللعيبة ازاي كل ده عايزين سريعا بس هستأذنك تنقل هولنا تأكيدا النقطة اللي احنا بتتكلم فيها تفضل سريعا يا نهواند هقولك على شققين مهمين جدا اولا دور قط اللبس ودور الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامو مصام في هذا الامر كابتن سيد عبد الحفيز دالما بيتكلم ان المواقف اللي زي دي والتحديات اللي زي دي هي اللي احنا بنحكيها للاجيال اللي بعدنا هي دي اللي بتصنع شخصيات لعبة النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي بيبقى قادر على التعامل مع زيال الظروف ايضا دور قط اللبس في النادي الاهلي وليد سليمان الشناوي ايمن اشرف رامي ربيعة سعد سمير دورهم الكبير جدا الناس يعني انا بتفاجي باللعبين انهم مستغربين جدا من الكلام اللي بيتقال والاشعات اللي بتروج مفيش الكلام ده خالص وهم عارفين لعبة النادي الاهلي عندهم قدر كبير جدا من الوعي وعندهم قدر كبير جدا من المسئولية عارفين ان انت دخل على مرحلة مهمة جدا مرحلة الدوري فيه ناس عايزة تشتتك عن بطولة الدوري لا اللعبة مركزة في بطولة الدوري عندك نهاء الافريقي النهاء الافريقي والحلم الكبير جدا الحفاظ على البطولة الافريقية وتحقيق البطولة العشرة لكن خبرات لعبة النادي الاهلي يعني ياما مر لعبة النادي الاهلي واجيال النادي الاهلي مر بازيز ظروف لكن خبرات لعبة النادي الاهلي هي اللي بتحكم في هذه الامر وشخصيات لعبة النادي الاهلي اللي دايما كلنا بالراهن عليها لكن يعني هي كلمة بنقولها للجمهور مش عايزين جمهورنا يلتفت لمثل هذه الشائعات عايزين ندعم فرقتنا نركز مع فرقنا نركز مع كل اللعبين كل اللعبين على قدر المسئولية يعني أعتقد رسائل كتير جدا بتوصل للعبين لكن لعبتنا على قدر المسئولية إن شاء الله وقدرين إن شاء الله على الحفاظ على طولة الدوري والحفاظ على اللقب الإفريقي وتحقيق المزيد من البطلات بإذن الله بإذن الله إن شاء الله كل الشكر لزميننا العزيز فاروق صلاح